يعني الآن إحنا وصلنا في سد الموصل إلى معدلات خزن عالية جداً لم نصلها إلا في عام 2019 من كانت سنة 2017 سنة وفيرة ممتاز والآن وصلنا إلى نفس مستويات الخزن في 2017 وكلالك نفس الحالة في دربة الدخان وفي دوقت وين أتكم المشاكل؟ يعني إحنا نقدر نقول الأضعف بالإيرادات هو نخل الفرات يعني في سد حديثه يعني حجم الإيرادات مقارنة بإيراداتنا في نهر دجلة ومقارنة بالحصة المائية يعني المفروض أنه ترد لا بها تأكيد الخطة الزراعية شون حتكون وفق ما متاح وفق هذا الخزين المائي جيد مقارنة بالسنة أو السنتين الماضيتي سيد العزيز بالتأكيد اليوم لما يكون عندنا إحنا خزين مائي جيد هذا بالتأكيد رح ينعكس إيجاباً على الموسم الصيف القادم وبالذات الخطة الصيفية ولكن بكل الأحوال أكور أقام يعني كم مجموع أراضي كم دونة لم تتضح الأرقام لسبب إحنا عادة الخطط الزراعية للموسم الصيفي أو الشتوية توضع من خلال لجان مشتركة ما بين وزارة المائية ووزارة الزراعة هذه لجان عالية المستوى معطيات الخزين المائي وطبيعة السنة المائية هذه تمثل الأساس في إقرار الخطط لذلك إحنا لحد الآن لم تتضح الخطط أو مقدار الخطة الزراعية من خلال اللي جاني راح تعقد لاحقاً هاي نقطة مهمة جداً طبعاً هذه النقطة كلش مهمة لكن أكو نقطة أساسية إحنا اليوم لما عندنا تحسن الخزين المائي بشكل كبير جداً لا يمكن أن أفكر اليوم أنه أنا عندي خزين مائي وانتهى الموضوع هذا الخزين انوضع بخطط مدروسة ومن خلال خلال أفضل استغلال أفضل استغلال بالضبط لذلك اليوم مع وجود هذا الخزين اللي يتحسن أنا إذا أفكر بتحسين كفاءة الرأي أفكر باستخدام تقنيات حديثة أفكر في تبطين القنوات أستخدم الأنابيب في نقل القنوات المغلقة في نقل أفكر في إنشاء سدود حصاد المياه أفكر في استغلال المياه الجوفية ترجمة نانسي قنقر